انا برا الصندوق وروحنا عند عائلة طلبة عند صديقي واخوية احمد طلبة. احسن وافضل واكبر عائلة في تصدير الحيوانات والزواحف. ازا كي عمل? ازا كي بيش عام ديه? الزواحف ديه بيتعامل ازاي مع البنادمين? وهم بيتعاملوا معها ازاي? وايه الاضرار بتاعتها? والمخاطر اللي ممكن تتعرض لها البنادم لما يتعامل مع مثلا حاجة زي التعبان او حاجة زي الكبرى مثلا او العقرب. هنشوف كل ده مع احمد طلبة. اوليك حاجة ده اسمه الدب المصري. تمام? ده بيتواجد بيعيش. لا لا مش تمساح. ده حاجة اللي هو اسمه الدب المصري بتغزى على خضرواته الخاصة. ده من الحاجات اللي هي غير وسيلة الدفاع بتاعته ديها الديل. الجزء بتاع الديل. لانه هو الجزء اتلاقيه مشاوق فقط. ديها الديل وسيلة. طبعا ده من الانواع اللي هي غير سامة ما فيش منه اي خطورة خالص. فيش اي عض خالص كمان من ناحيته. طبعا اتفضل حضرتك المسيكيه هتلاقي ملموس بتاعه. اه. حس انه هو. إنه مفاصيلة الدفاع هي الواسيلة الدفاع لكنه لا يوجد أي شيء تفضل حضرتك المسكية كده جربي فضل ماشي ما تتجلقش لديك أي خطورة هو البلنامج الجريء والجميلة أنت الجريء شكراً بأس شكله بأبيعاملش حاجة أسنع بس شكله الملمس بتاعه خشن جداً طب اي بقى ده من فاصيلة اي بقى دي من فاصيلة الزواحف او من فاصيلة الزحف في حاجة اللي اسمها ده اللي هو دي حاجة اللي اسمها اليوروميستيكس اورناتا اللي هو الضب الملون طبعا ده من الحاجات اللي هي الشكل حتى هتلاحظ عليه ده اللي هو ده اللي هو مصري الدب المصري بس ده اللي هو الأصغر بقى الحجم الأصغر ده هو الكبير بس صغيره بس ده نوع تاني ده اسمه اورناتا اللي هو الدب الملون ده بقى حاجات للزينة كدا نجحتهم ايه طبعا حاجات بتربي تربي الحاجات دي بتبقى فيه اللوحة قامل خالص والله يا عبي فقدر بقى اجرب اجرب ده زم تجربني ده مش انفاعش والله يا أخمال لا 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 incentiv 굉장히 ده يمكنني يعني هو تبدا يا احمد ييت بيكون ييت تطبيق خش الخضرواط 계ل و السبب المصري سماitions المصري هو Das 구독 المصري هذا هو song ا reinforطرنا ييت تصبيب الخش ييت تلبي الخضرواط بيكبر بقى لحد ما يوصل لأدئيب دي حاجة داب المصري ده بيكبر لحد ما يبقى كبير قوي لا لا بيوصل لحد خمسين سنتي خمسين سنتي زي دا كده زي دا كده في منه أكبر يعني بيوصل لأكبر من كده كمان اه طبعا دي حاجة اللي اسمها الحردون حردون الملون الحردون؟ لا لا حردون حردون ده من الحاجات اللي هي الشكل بتاعها سبحان الله بصي لا بص بص الكاميرا الكاميرا تحس انه بداخل فيه كازالون؟ اه فيه كازالون بص بقى ده سبحان الله الحاجات اللي ممكن عملها كده تنامي حاجات تنامي تنامي لا لا مش نادرة موجودة من دي او بتيجي من جنوب سينة بس كده كده نامت ثانية واحدة خلالك تنام دلوقتي كده خدت وضع الاستسلام اللي هي استسلامت خلص تنام با اه هي كده نامت خلص وضع الاستسلام النوم لو حبيتني انا صحية تاني فطبعا لازم اقلب كده تلاقي ايه؟ صحية تانية اسمها حردون حردون اه فضل باش امسوك ما تقلقش خلص اه يا تابر ده هو كده هو ده الحجم التي تعمل طبيعي اه لا 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 ما تقلقش اه اه طبيعي امسوك ما تقلقش خلص خلص اه امسوك ما تقلقش فطبعا لازمه امسوك ما تتحدقش هل هناك عمل إزدائي أو عادي؟ لا، عادي، عادي، خلص، اه، لو فيه مكان، لا، لا مشارط، هو عادي، عادي، لازم يبقى فيه مكان، لو نحن طبعاً فترة الشتاء، الحجاب تبقى عاملة من بيت شتو، فلازم نقوفر مكان اللي هو الحاجة تدف فيه كويس، مش أكتر، لكن هو في العموم وفي الصحراء، في العموم في الصحراء، طبعاً بيبقى فيك حور لي وبيستخبف بحور في أثناء فترة الشتاء غير فترة صيف، آآ، ده مصر موجود في جنوب سينة بيجي من جنوب سينة، آآآ، مش ملوش موطن، مثلاً، لازت الحافة كده، لا، لا، خالص، الصحافة اللي احنا شايفينها كان موطنها للسودان، اللي احنا شايفين يا جماعة باقيت الحيوانات في حاجات، مفاجآت تحت حاجات كثير أولي، هنطلع لكم حاجة بسوق السين، ده بقى نوع من التحابين، اللي هو اسمه الدساس، الدساس ده بيعيش بيتواجد في الرمض أصلاً، حياته كلها بيعيشها تحت روالي، اللون بتاعه دي، الحاجات اللي هي الهادية جداً مفيش منها أي خطورة وغير سامن، لأن عندنا هنا في مصر في ستة وتلاتين نوع من التعبين، منهم عشرة سمين وستة وعشرين نوع من التعبين التانين غير سامن، حتى لو أعد مفيش منه أي خطورة، أولا، خالص، عشان مش تايم، هو دايما التعبين اللي بيباع، التعبين هو فيه، ما أنا أقول لها حدك، فيه عشرة نوع من التعبين سامين في مصر، أي خطورة بقى في التعبين اللي هو لما يستمي، التعبين السامة طبعاً لما بتقضي حد طبعاً خطر جداً، يعني زي الكبرى المصرية زي التوريشة، الحاجات دي من أنواع اللي هي السامة جداً، دلوقتي أنا لو تعبين السامة عبديني، آآ، بعض وقت قد إيه؟ الكبرى المصرية من تلت ساعة، طبعاً، أو ما بتعب، المدة بتاعتها تلت ساعة، لكن، لكن التوريشة بتقعد ساعة ونص، توريشة طبعاً، التوريشة السم الفارمة بينهم من التوريشة السم بتاعها حر، لكن الكبرى المصرية، ممكن طبعاً، في دي سعفات الأولية، ممكن يرحى نفسه بيه، سعفات الأولية طبعاً، يوجد غلية البيط باللغة على الد complete للشراحة. لهذا فالقرب ما غنves يوجد القبرة المصرية، عمرها ما تتواجد في البيوت مستحيلة. الكبرى المصرية تتواجد على الحروف التي طبيقة العمرية إليها المأروا على الخاصة. كدتين بمجرتين وضعها كمان. كدتين الأولية على توريشة. فتستحيلة هي تتواجد في السحرة، فرطة الأولية لأنها تعيش في البيت خلص، لأنها تعيش تحت رمضة، ما بتبينش اللي الجزء بتعرّز بس ودي ايه بقى؟ دي اللي يا زي ما اترح هذيك هي الدساس دساس؟ اه لا ما تمسكش من العديد، ما فيش اي خطورة خالص اه اه بروحة بروحة عادي، ها تعمل معا دي غير سامن دي من الواع انها غير سامن، بتتواجد برضه في الصحراء كنت جرابي الملمس، ما فيش تجرابي تمسكيه، ما فيش اي خطورة خالص لا لا، خليها بعيدة لا لا عايز يا جماعة؟ عادي عادي ما تجلقش مسكيه ماشي ماشي خلاص 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 لمستيك؟ دي يا جمي، يعني منبسها حلوة بس انا مش قادرة هتتحرك في ايدي ماشي تمام؟ دي بتتغزى على ايه بقى؟ دي بتتغزى على الفران دي تاكل فر؟ اه اه طبعاً تاكل فران الصغيرة اه اه تاكل فران دي الصغيرة؟ ماشي والمراسل تعبانة الحقيقة ماشي ماشي ده يا ريدي ده بقى الاسم الارقم الاحمر ده من الانوائ التعبيني يجير سمى اللي هو الاسم الارقم الاحمر بيتواجد طبعاً في البيوت في ناس كتير جدا بتشوف التعبين دي بتقول نجيب الحاوي او الرفاع يطلع التعبين لكن انا برضه عايز اعرفكو حاجة ان الحاوي او رفاعي ده شغل نصب لان التعبين عمتا ما عندهش حاسة السمع اللي هي تسمع الشخص نفسه فده من الانواع اللي هي غير سمة العمتا التعبين ما بتثبتش في مكان واحد التعبين بتتحرك يعني التعبين ما بتتوجدش في مكان وانا لقيته النهارده ممكن ايجابوصه عليه تاني مش هلاقيه هلاقيه اتحرك على اطول لا بقيتش فريسه لها زي الفارو مثلا او بتمشي خالص لا هي بتطلع خالص من البيت الفارو الفارو بتتوجد من المناور الاماكن دي هما بيتغزوا عليها جلوس ده تقولي لإتعابين مستمعش تعبين ما لا عندهش حاس تسمع هلأ لأ لأ إيعاب krieatorio ... بيعمنوا مضمة لوh.... لأ ليم هنالك تشف إشعة تحت الحمراء يعني الكبرة تشفاين إشعة تحت الحمراء أي تعابين عندما تشوف عالم powder épo ë traffic أن hàng عنده لو عد لا يوجد أي خطورة هنالك أي هل يعمل صوت يواجه لكنه لا يوجد أي خطورة طبعا، الملمس نفسه يوجد طبعا بنيناء أيها يوجده في حياتي مرئة، إذن يوجد مرئة أها أيضًا، مرئة سيكون ما نجلت ل something هل تعلمت ما هي؟ ما هي أكتسبته من تربية هذه الحاجات؟ أكتسبت الخبرة وأفرادها أكتسبت الخبرة أنها مثلية وأهلا بكم معينا ورجعنا تاني بعد الفاصل فرجنا على التقرير كنا طالعين خارجي وكان يوم جميل قوي وتفرجنا على الزواحف وتفرجنا على الحاجات يارب تكون استمتعته بالتقرير اللي عملناه ده أنت يا مروا تعلمت إيه بقى ده كان يعني أنا كنت رايحة خايفة جدا مبدئيا يعني كنت رايحة خايفة جدا بقى أن أنا هتعامل مع تعبين وكده بس تعلمت أنه هو ما تخافش من حاجة ربنا خليقها حلوة لا ما تخافت أنا كنت رايحة خايفة بس تجرأت جدا في الآخر وحتى الناس قالت لي انت سيت تعبين ما خفتيش منه بس لا لا كانت تجربة حلوة قوي كان يوم حلوة قوي ويارب تكون الناس استمتعت بالتقرير اللي احنا قدمناه لهم ده عايزين بقى معلش يا ماني انت ما جاتيش معانا التقرير ده طبعا يعني زوف خاصة بيكينتي زوف خاصة بيكينتي اه ايه رأيك هشوف التقرير تيتا 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 عاملين ايه لا والله ما شو الله حلو يعني الفقرة اللي حضرتكو عملتوها برا وبعدين الزواحف يعني هي مخلوقات ربنا كلها حلوة بس فيه اضرار وفيه فوائد فما نجذفش لا ما هو الموضوع شو الليها اضرار هيبكي التعبان كان هيود ما هو لما قالي مفوش سن الموضوع عارف يعني حتيتنا هو انا لقيت فرط لك فرط لي يعني كنت عايزة نوت بفوق الدولب بس انا بخيمة لا ما تعملتش لا وفيه كمان حاجات احنا ما نعرفش عنها حاجة يعني فيه زواحي فيه اللي هي التورتل الكبيرة دي التورتل اللي هي ايه السحلفة السحلفة كبيرة جداً دا كان وزنها خمسين كيلو لا انا عندي سحلفة صغيرة في البيت دي كبيرة جداً دا اخد بي اتعطى بقى ان السحلفة خسوا بتقعد قالينا مئتين سنة يا ممكن تعيشت مئة وخمسين مئتين سنة هي عندي في موقف تعلقتي ليه زي ده يعني مثلاً رحتي في مكان ديتي في حيوانات تعملتي معاهم اه طمام رحتي جيد اه رحتي استيرك استيرك كلنا رحنا احنا صغيرين ماذا استيرك اكيد استعملت شوية مع تعمير حاجات زي ماذا قلنا الاكل كده شوية تعملت زي هو طبعاً اكيد الاكل يتعطى طبعاً الاكل بس انا عزيزني حموني بقى عشان الناس تشدع يعني استنشقته كده استنشقته اه استنشقته استطعمه بقى استطعمه بقى دلوقتي انت يا تيتا والله اكلت يا عليك ربنا عبرك لك بس يا تيتا انا عايزة اعرف دي مكوناتها ايه وفتتعملت زي لا يبقى اللي ايه كوباية لبن كوباية ايه كوباية زيت انها كوباية واحدة استنشقته بقى كل حاجة اه بتحطي اللبن على الزيت على نصف كوباية كاكاو هي المقذير بتاعيك هل النزبت احنا معنا احنا معنا بتاع المقذير اه موضوظة بحط الكاكاو مع تلتين كوباية اللبن وانتبه التلت التاني مضرب كل الحاجات ديت وبعدين باشي منهم كوباية علشان خطر اللصوص ده بس فيه ناس بقى بتعملها بتبقى واطية خالص بتبقى تبقى مش هشة براونز اه لكن زيت طبعا اضحك كده حجمها لا فيه ناس بتعملها بتبقى صفتونة لا وفيه اهم لكده مش نكحة عشان تبقى عالية عشان تبقى نكحة تبقى نفسة كده مفروض صح؟ مش كله مش مش طبعا يعني البرونز كله اخيعة فعلا البرونز عمتن هي بتبقى حتى تحس انها يعني جاتوز هاتو غيرت شوكولة كيك مثلا ودي عضبة شوكولة كيك عادية المجذن تبقى مع تبقى زي الكيك تبقى نفسة وعالية كده تب تعرفي بقى هي من بلد ايه يعني فانسابي الاكيد صح اكله ده نسمحها ذاتوش هاتو تبقى حاجة لا بس احنا اكيد منحط لها حاجة ضئتيها دي يا موني لطي شوكولة البيكين بودر لازم يبقى مصبوط جدا اهم حاجة لو زيت يبوزها ولو قال بس ما دخلتش في الحلويات لا هي قالتلي عالكبدة ملحوزة كده يا جماعة عملت الكبدة بعد الحلقة اللي فايتت عملت الكبدة روحتها عملتها ما تسوهاش كتير بس انا غلطت غلطة اني سوتها كتير قوي صح؟ لان هي بتبقى متقطعة صغانا خالص والكبدة اساسا طبيعي ما بتاخدش سواء عشان تبقى مسوية وبس بازت بالزبط إيبا هي مفوضة كده يا فعلا معجبين يا فعلا معجبين يا فعلا معجبين بحب الحلويات اصلا ايوا هو انا مش بحب الحلويات قوي بس فعلا دي تعمها ما انت لو كانت حلويات كتير هتتخاني او انا مش هلالت تتخاني عشان لكني دخن عادي مش مشكلة انا ما بتاقش حلالة كل ما والله يا جماعة عايز اقول لكن الشيف تيتا نوسا والله بجد من احسن الشيفات اللي الواحد ممكن يأكل من انديها يعني طبيعي دايما الواحد بيحب يأكل من ايد والدته بس تيتا نوسا والله والدتنا كلنا ربنا يخلي جنته في عيوني طبعا عايزة اتعلم بقى الفيزا مثلا سهلة ولا اه اه سهلة احنا كنا عاملينها على الخناب وطريقتها سهلة جدا عايزين مرة بقى نازل مقدير برضو للناس انا عن نفسي نفسي تعمل الفيزا في البيت عناية اللي اتنين بس كده اه يعني اولا احنا ما كناش يعني وقدتش عارف ان فيه فيه انواع فيه حاجات كتير يعني فيه عجيمة العشر دقايق فيه فيتا السريعة فيه العجيمة كلها وفيه فيه بتبقى بالطوست اه تبقى حلوة قوي تزيب العجيمة نستهل عناية فيه بيزة التاسا الطوست الثاني دي تطلع حلوة تطلع نفس الطام يعني تعمل يا تيتا بيزة طالية اه ما احنا عاملين على القناة بس بيزة طالي طالي يعني ايوه هنت تبقى فيعة بس يا ميزو مفيش فرق تبقى فيعة اوه ايوه ايوه عجيمة الفيتة ايطالية تخمير بتاعها العجيمة تعال العجينة فإن البيتزة مش بتخمر مرة واحدة والله انا كنت عايزة اعملوك المرة الفيتة والله اه اول لما بتتعاج انت تتبت تخمر وبعد انت تقطع وتتتبت تردفاح وبعد انت تفرج ترجاي تاني بقى او كده انا بحب دهاش ايوه بالضبط تبقى فينه اوه انا هزا قولك يا سيسة انت دلوقتي ايه الاكلة اللي انت بتعمليها بمذاك يعني تقول انا النهاردة هعمل اكلة المحشي اصعب حيك بص انا ممكن ابقى جايلي ديوف وبغسل وبروأ وبعمل محشي لأ ولو شفت واحدة معت دي من قدامها بكرونبايا بيغريني ممكن يكون في البيت ممكن يكون في البيت انا بحب المحشي بس بيغريني عشان الخلطة بتاعته هي اللي بطلعه حلو او لا وبعدين بحط خلطة المحشي لا انا اصلا انا بعملها وبعينها في الفريزل انت لا تدخن كده يميدو عالفك يعني انا بعملها السلفة بعينها في الفريزل الكيس البتنجان المحشي بقوره وبخزنه للسنة للسنة والله بيعر طيب ممكن نقول الناس طريقة التخزين تاعت المحشي هو بتقوريه بس بيبقى تخين شوية سميك شوية بيبقى سميك حبة وبعدين على الطاصة بحطة زبدة وحب الزيت شوحي خفيف قبل ما اخزنه لازم اصوي قديده سنة سوى اه تشويحة خفيفة وهو اللون بيتغير اول ما اللون يتغير خلاص لا تمليش فيه زي الكبد حرم تيتا انت بتشيليه وبتسيبيه يبرد تفردي وتسيبيه يبرد وتحطيه في الكياس انا محدة تقولك تايتا انت تتغير نانا انا مجيش ميسن انا اه بالنسبة للمربة تمام فيه ناس بتعرف تخزنها اه وفيه ناس بتسأل هل اللمون فيه ناس بتعطيه عليها لمون عشان تعطيه ملح اللمون بس ملح اللمون كتره بيبقى ضرر اصلا فبنستخدم معصلك لمون دي الطريقة اللي انا ممكن اخزن بيها المربة عندي ان انا حطاف التلاجة تبقى طويلة طويلة اكبر مش اللمون كمان لان السكر فيه هو عامل حفظ الوحده يعني هو انت تتعادل المربة نفتحها ولا الفكهة لا اعيزة اعمل المربة وحطها في التلاجة باطول فترة طاض عندي يعني سؤالنا مفترض هي بتدف بسرعة المربة من الحاجات اللي بتعطش تلاقي السكر فصل عن بتبسل لا لازم تبقى مسبكها حلو على المونة يعني مديها حقها وعالنار في التسبيكة ولا كتير عشان ما تبقىش شديدة وبتمت ما انا كنت عايزة اعرف المحشي خزينه ازاي بعدين اي حاجة هتخزينه طوال سنة اه البتنجان لا يعني الخضارة عمال اصل كل الخضارة لي طريقة معينة في التلاجين في حاجات تقعد بحاجات لا بس يبرد بتعبيه في كياس وبتشيلي منه الهواء ده البتنجان تب ورق العنب مثلا ده بيقعد من سنة لسنة في ناس بتشيله وشان فيجي على رمضان مثلا تطلعه وتعمل بناعمل منه انا بعمل الورق العنب بقطفه واروح من الضفاء يتنظفه تسلق تقريبا لا بحطه بارسته فوق بعده واجب البكر وابرمه وطلع منه الهواء ادوس جامد وابرمه وطلع منه الهواء تمام ولفه وعين بيطلع فل كل طلبه منك كل مرة زي دي انا عايزة طلب منك حاجة بعينه منه طلبت ومروة طلبت انا بعديك فيه طلب تانية لا لا خلاص مافيش وقت طب انا عامل كل اللي انت عايزين ما تدخنقوك ربنا دايما معنا يا رب دايما ما ننحرمش من بعد نتمنى لك التوفيق الله وعايزك دايما تبخلنا حاجات كده تبهر الناس نواء الاكير الاسيوي حلو نواء عافنين المرد الجلده اسيوي فعلا اه ممكن سويتا نصور مرة جاية مرسيه محمد قوي اسبت بسط النهاردة يا رب تكون الحلقة عجبتكم وتكونوا ببسطتوا من الفكرات اللي قدمتي لكم النهاردة ويكونوا يعني استفدتوا شوية من تتاليسها يكون التقرير عجبكم ي Brab ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة